السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفحالكم شباب صبايا رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة بهذا الفيديو بأنه أول فيديو من السنة إن شاء الله أول شيك اللي عملتوا بخير فلا ذلك سنجاوب عن أكثر الأسئلة حتى يكون هذا الفيديو مرجعية لأي حدا جديد بالقناة أو أي حدا جديد محاكي المزرعة ويعني بيجي بيعرف إش الأسئلة اللي ممكن تخطر في بالو رح أجاوبكم عنها تمام وفي نهاية الفيديو رح أفرجيكم مش أطلعت النتيجة في الاستطلاع اللي عملنا في الفيديو الماضي على أن ماب لازم نلعبها ولكن في ماب ثاني رح أفعلها مقارنة بيناتها لأن أتوقع أنه فيه مناس مهتمين لها الموضوحات وفيه مودات جديدة نزد فالذلك أنا رح أفعلها مقارنة بين الماب اللي فازت والماب اللي رح أفرجيكم إياها اللق تماما بين الماب وهي جدا مفاجئة جدا جدا جميلة وأنا بأتوقع أغلب الناس اللي كانت عبتسر عن هذا الموضوع رح تلقوا بهذا الفيديو طبعا هاي الأسئلة رح أجاوب فيها لأكل واحد موم يشترك بالقناة يشترك وإذا كانت جديد بالقناة وأنت أول مرة تشوفني ياريت أنك تشترك وأنك تشوف الفيديو كامل حتى يطلع الفيديو تريند لأن الفيديو بس شبته تشوفه أكثر من نصفه فهو يضرب تريند فبيصير مخترح أكثر تماما لأني أول فيديو إلي كان عن محاكي المزرعة طبعا أنا ننزل غير ألعاب ولكن لأني أول فيديو إلي ضرب تريند فألتقى كل المحبين المحاكي المزرعة صار يجب هاي المقناة فلذلك أنا عملت الألعاب الثانية كتابة ألعابها نزلتها بقناة تانية وعملتها قناة تانية فاللي حاب يتابعني على الألعاب الثانية بننزل محاكيات مختلفة بألعاب نجاة المهم بعمل كثير أشياء في القناة الثانية مثل أول تحتبق أول تعليق مثبت القناة الثانية إن شاء الله مع رابط الاستطلاع رح نعمله في نهاية الفيديو عن المابين رح قارنها بيناتها المابل الفائزة تفوديو الماضي والمابل الجديد رح فارجيكم إياها اليوم طبعا المابل الجديد رح تكون من بعض الأسئلة اللي انتو سألتوها وفي كتير ناس تكراريت بهذا السؤال وهلما مبلش بأول سؤال بنسائل فيه كتير شو الفرق بين اللعبة الأصلية واللعبة المكركة اللعبة المكركة بالمختصر أنت ما بتدار تنزل عليها موضات ولا تدار تصوي فيها أي شيء بس تكرار تطب ليهربا اللعبة واانتهى بالأساسيات الأساسية الموجودة باللعبة فقط أنا سألت قبل المرة وقت لكم إذا فيه حدا عنده اللعبة المكركة أنه ينزل موضات من غير الشركة الأساسية یحظون الموضات لا ت reinsتفاعل عنده وراح تعمل لو لا تasil server ولكن لا أعتقدنا أن هي مبنية للموضات الأساسية الموجودة في اللعبة ولكن فقط ما خضينا وما خدينا المهم هذا الجواب الاول لماذا، اللعبة المكركة واللاعبة الاصبية وماذا السردان؟ carries الولايات الليل موجودةồn ايجرد ما إalyst Trainerات اللعبة الاصلية تعودية تشتريكل هالموادات الموجودة وتركب مودات والتي تجلب مادات وواتشك المودات من هذه الجماعة يمكننا بإعادة wasn't for video assessment لكن في بعض المودات كانت مجموعة مثل قبل فترة طبعاً قبل فترة نزيل مود الالبن هو characteristic 100 ل Ap بالنسبة Sang of labor و echظيميders وكام من تلكها. وطبعا سعر اللي بيختلف من دولة الى دولة. ورابط شراء اللي اللي بيلعب على البيسي برح تلاقوه بصندوق الوصف شان انت ما ترجع راسها وتستخدم كودي السبعين. وزا تحب بي تشتري التوصيعة كمان نفس الشي تستخدم كودي السبعين. بس ولكن اللي بيلعب بلاي ستشن او موبايل رح تلكم رابط تحته. حتى بتشتري الموبايل او البلاي ستشن بتدري تروح تحملها وتشتريها من هناك. تماما هاي شغال الثاني انا في بدي اشتري التوصيعة تمام فبدي ادفع مية ليرا بشان البينا بدي ادفع مثلا هاي ستتي ليرا بشان ادفعها طبعا يعني اعملت تركيا انتو هل عملتكم نكون السعر قد بلاكي لانه نحن تركيا شوية مرخصين السعر. مثلا مثل هاي الاضافة دي أل سي بتلتي ليرا تمام كل كل لعبه لها اضافة. بس ولكن انت تدري تشتري بطاقات الموسم مجرد ما انت اشتريت بطاقات الموسم شوفوا عايش تشمل هي البطاقات الموسم. هي تقريبا حقا خمسي ليرا يعني تقريبا عشرة دولار بالنسبة لكم عملتكم. بتشمل على البنام وبتشمل على الاصدار المميز والدي ال سي وكل الاصدارات بتشمل عليها من انك تشتري المميز. تمام? هذا اول سؤال جوابت عليه بشكل كامل ان شاء الله وان شاء الله ما ضل حتي يسألني عن هذا السؤال. شو الفرق بين هاي وهاي. وسعر اللقبة من بلد لبلد يختلف. بتنزو بصندوق الوصف حطو لكم رابط تدعو تقبص عليه بتاحدها كشار دي فارجيك سعر اللعبة للبي سي. والرابط اللي تحتو رح كتبو لكم اياه جنبو بالعربي للموبايل والبلاي ستيشن يضغط عليه ويشتري اللعبية بشكل مباشر. هلا نيجي السؤال بعده. لماذا لا يعمل عندي المودات? في ناس يمرقب مودات ما بتشتغل معها. انا جوابت عليكم بالسؤال الاول جوابته. لانه انت بنزل اللعبة مكركة. فاللي بنزل اللعبة مكركة ما بيشتغل عنده المود. لكن في مشكلة ممكن تنزل معك اذا انت بنزل المود من برا اللعبة. يعني اذا انزلته من هون ما رح تسلمعك المشكلة. بس ولكن انت بنزل من برا اللعبة رح برجيكم مشكلة. اول شيء احنا رح ندخل الى مستنداتي تمام? بعدين ندخل على المحاكي المزرعة تمام? بعد ما ندخل محاكي المزرعة بنزل لتحت مكتوب مودز تمام? ندخل على مودز. المودز لازم كله نبدأ شاتب F-S-19 شغطة. بعدين بلش اسم المود. حتى يشتغل عندكم بلعبة المودز. غير هيك ما رح اشتغل المودز. انا قبل شوانا نزلت مود ونزلت لهم من برا وهلا رح اتجيكم اياه. بس ولكن ما اشتغل لانه ما كان مكتوب قدامه F-S-19 تمام? هاي مشان سؤال ثاني ليش بعض المودز ما تشتغل عندي او لعبة يكون عندك مكركة فما بصير. السؤال اللي بعده اللي هو انه وليش انا ما بدل العب مع خوية باللعبة. لان قبل ما رح شرحت لكم اشنون تنزل اللعبة ملتي بلاير. تمام? مع اصدقائك ومع شلتك. وحكيت لكم شون سوية كريات جيم و جون جيم. وراح يطلع لكم فو فيديو. بمكانك تضغط عليها حتى تفهمها تفاصيل كلايتها وشنون الشرح تمام? بس ولكن في ناس نحنا بيلك ركبنا المودات نفسها وظبطنا كل شيء بس ولكن ما عمنا دخل ليش? لانه انت عطلع بي سي وصديقة بلاي ستشن. او موبايل وبلاي ستشن. المهم لازم يكون السيرفر كل لكم نفس الشي. يعني كلكم بي سي او كلكم بلاي ستشن. وكلكم مشترين لعبة محد مكرك اللعبة. هاي نقطة كمان مهمة تانية. تمام? هلا نزينا الاهم سؤال الناس تسألني عليه. زود لي المصاري. ليش ما تزود للمصاري. ليش ما تزود للمصاري. لما تستخدم مود تزويد للمصاري. اول شي مود تزويد لحفرجيكم اياه. طبعا بالنبل مكركة في طريقة رحشعلكم اياه. ولعب اللعب اونلاين او اللعب 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 نزار مشتريها رحفرجيكم اياه. هذا هو المود تكتب موني. بيطلع معك هذا هو المود وتفوت عليه. هذا هو المود كل ما هنالك. بتفوت وبتنزل عليه. بس ولكن فيه هون شرط. شوش كاتب لك الشرط من انتبه عليه انتبه عليه. جدا جدا مهم هذا الشرط. الشرط انه لازم تكبوز. قلت قلت صفر. بس ولكن ايمثال لما تكون بالميلتي بلاير. واساسا انت بس كنت بالميلتي بلاير ودخل معك حدا على السيرفر. بتقدر فورا انتو انشاء له مزرعة لاني مهم يدخل معك فورا انتو انشاء له مزرعة وبتروح انت المزرعة هاي وتحول مصراتك للمزرعة الاساسية تباتك. وبتروح تنشاء مزرعة وتحول مصاري. بس ولكن ان اختصروا الموضوع كل اياته. صار بيعطوك مليون من دون لات لتسويها الشغلة ولا اشيئتين. خلاص انت مجرد ما هننزل معك فورا نجيبك المصاري تماما. هاي للناس اللي مكركين اللعب. هاي للناس المشترين اللعبين ينظامي. ولا نجي للطريقة التانية اللي ما ومشتري اللعب يمكركها. او ولكن انا ما بدي انزول ميلتي بلاير ووجع راسي وننزل حوالي مع الناس واستنى حدد يفوت معي. واسوي سيرفر. ولا حكيك اللعبين. انا بدي ازود مصاري بس. تمام? طبعا هاي طريقة بتزوط مع بلاي ستشين بكتر سهولة. بتفتح انت بتعمل ما بل بدك هي وتفوت عليها او بتعمل ديفولت اكتر لان الناس ممكن بسهولة يدخل لعندك. بتدخل وتستنان لما حدا يجي يدخل لعندك بس حدا دخل لعندك فهنا تدخل لعندك او دور لك على اخوة يدخل معك. تمام? هلا الطريقة التانية. قبل ما ندخل على الطريقة التانية. طبعا قبل ما ندخل على الطريقة التانية خليوا فرجي انا ما اود آآ بدي اسوء عليها تزويد المصاري. اللي هي هاي. تمام? رقم خمسة تمام? هاي المود رقم خمسة في معي مئة الف تمام? هلا قم بروح ندخل متل ما حكنا لكم قبل شوية. المستنى ذاتي. في آآ محاكي المزرعة. بعدين ننزل على تسفة رقم خمسة بنفوت عليها. بعدين بننزل على شيء اسمه تمام? معطي تعديل. شايفين اللي بس غيرين اعدل لكم الكتابة. اضبطها. تمام? متل ما انكم شايفينه وان في كلمة ماني. شايفين معي ماني انا معي مئة الف تمام? رح انا حط صفر صار مليون. صفر تاني صار عندي عشرة مليون. تمام عشرة مليون بيكفي. وراح نزيف. ونطلع تمام. سيفت طلعت. هلا انا اشرح اعمل. طبعا اذا فتت ما هيكون عندي المصاري. رح ادخل واستنى بلك اشوف المصاري زادت اللي ما زادت. وارجع اطلع وارجع فوت. ما شوف ارجيكم ملتاني انزمة ازبطت لاني لازم تطفي اللعبة وتشغلها او قبل ما تشغل العب انا سيان بتضبط شنون لان صلي زمان ما يمسويها. ليش? لانو انا بالفيديو الماضي لما سألتكم بالاستفتاء. اه طلعت الفيديو الماب اللي فازت هي الماب رقم الثلاثة. مع انه كنت انا متوقع واحدة او اثنين لان احطيتهم بالاول فما اتوقعت انه نصط ولا ثلاثة وتشوفوها وتعجبكم جدا. بس ولكن انا اعجبتكم بيسبب التعليقات انه ناس حبتها وناس شافتنه فيها معامل فيها كتير اشياء تماما متل ما انكم شايفين احنا فتنا معي عشرة مليون تماما عقدان ونقدان. هلأ السؤال هو ليش الناس حبت هاي الماب ما بعرف المهم هاي النجحة بالاستفتاء. ولكن هلأ ظل في السؤال الاخير اللي ناس كتير تسألني عنه. هو مو طور البناء. نزل لنا مو طور للبناء. طبعا انا في شاب حكيت معه من شهر وابعت لعساس. ولكن لما علق لي بالفيديو قلت له جيب لي فيديو حدا يلعب لها حتى اتعلم منه. قال لي طيب رح اجب لك حدا يلعب لك اجي فرجيك الفيديو فعلق لي فهو تعليقه ومحط فيه رابط فاليوتيوب خفاه. تمام فما اجاني شحار. فليون كنت داخل عبدور بين التعليقات فالمهم لقيته. المهم انتوا فرجتكم انا هاي الماب الفيديو الماضي تمام هلا راح روح على ماب التاني ماب المبيناء وقارن بيناتهم ازا انت عجبتك هاي الماب قل لي بدي هاي الماب طبعا انا عملكم استفتاهم بالفيديو الماضي تحت بالتعليقات اول رابط رح تلاقي. موجود اختيار بين هاي الماب والماب التاني تبعين البنات تمام لكن تمام هلا راح ندخل لمو دي البناء مو دي مو دي البناء هو مستخدم نفس الماب الموجودة اهم بس ولا كم ندلم لنفتح ماب جديدة لذلك نفتح تسييفة جديدة دعوني أحزف هذه التسييفة وسيفها محلة بشأن أدخل للأخير وأرجع ندخل هنا ونضع هذه الماب لدينا إياها لأنه هناك الكثير من الأشياء نذهب إلى هنا للأخير ونظر هذه الماب موجودة هذه الماب رابط تحميل الماب ورابط للموقع إذا أريد أحد يحملها حجم 2 جيجر سأتلكون الرابط للموقع تحت تكبسوا عليه وتحملها مباشرة ولكن لن تصلح ونحن نقوم بإسترار ولكن لن نركب كم مودة لها نحن ندخل إلى الماب الماب ماذا يوجد فيه وما هو الجديد؟ الذي ستسأله كثير كثير طبعا هذه الماب الأبناء بالمرة تعرفوها وحفظانيها ولكن دعوني نأخذ البيكام ونقوم لكم دورة على الموجود طبعا هناك شيء مهم أول شيء كما ترون الماب لديها تعديلات موجودة كما ترونها مثل هون رقم عشرة مثل هاي مثل هون كلها معدلة طبعا في هون في هون طبعا هاي كلها معامل صناعية مواد بنات تستخدم فيها انك تقدر تبني تقدر تعمل فيها كثير اشياء بومباستيكية حرفيا بجد مثل هون في عندك مقلع شوفوا هذا هون المقلع هذا المقلع طبعا في مكان تاني بتحط فيه بتصف انه بتصف منه مواد البناء طبعا هذا كليته موجود بالشوب تقدر تشتري منه اي اشي بالذكاء خلنا روح الشوب يب تسير ندخل هون نشوف اش الماكينات المتاحة عنها شكله يا شباب بدل ان ثبت المودات تبع الماكينات لان اماني مثبتها في ماكينات متل هاي تبعيت بتكتش منتو متل ماكينة هاي الدوارة بس خلنا نغرجيكم المعامل هاي كم سواجنهم دورة سريعة سريعة خلنا نبلش من هون اوه شايفي هون ماعمل ايش اذا وقود هاي ترمبه تبعيت الموازوت طبعا هون في عنا معمل معمل اشهد اوه اشهد مكتوب عليه هما يكلم ما بصارت معامل ان معدلينها طبعا هون ما بعادي ما في شي تعفو ارجيكم هون في مقلعة يمكن هون متل ما كان بتجرف منه هاي بتجرف منه هاي المواد وتروح تبيع هاي مواد البناء بتساعدك للبناء متل حصن شايفين شنون شايفين شنون حصن تمام خلينا نروح هون هون بتتذكروا بالبناء الاول فرجتكم فيه كمينة وباخرة وهيك شغلات وين هالباخرة اينها انتي ايتها الباخرة ليكا شوفوا شوفوا ما اكبرها الا عليكم شوفوا شوفوا الباخرة وين الباخرة ايش راحت طبعا فيه خي قطار سووا فيه قطارا هاي كالباخرة الباخرة معناته بين ماب هون لايك هشوفوا هاي الباخرة وهون في عنا باخرتين وهي باخرة تالتة نقلة مضائع وهون في عنا معامل وعنا كمان في عنا هاد المعمل شوف شون عادي دي بناء اللي ما بمسوينه هنا الطرق وين طرقت صعيب شارينه الطرقات على مصبوط صح بس تركيه محل القطار هيك الاسف المهم هون تقدر تستفيد منه للبناء وكتير اشياء طيب هون في هون شون نروح لك اي من هون طيب هون بالضبط شوفوا ايش عاملين هون شوفوا شوفوا ايش عاملين والله شيء خرافي بجد انا شفتهم واحد عبيشتغل فيها شيء بوباستيك هون طبعا في مود لازم نزله حتى يشتغل هدول الماكينات هدول المود خلينا نفرجيكم هالأرض الواقع ها هدول الماكينات او ما اصغرني صرت هدول الماكينات بيكسر هدول الحجر تمام بعد ما بتكسروا هدول بعد ما بتكسروا هدول كمان بيكسروا من فوق انت بتجيب مائكين هيك متل الشتافة بتشيل الحجرة بتحطها على سيارة الشحنة الميتونرو جيتكم هيها بالشوب اللي هي هي هاي اوينها هون هي اللي هي هي بتحطار هي وفي كمأ الاشكال تانية وووووiens وتروح مو هون ولا هون ولا هون ولا هون هون شوف شون هي هي هاي متل رافعة شوف شون هي بتمشي السيارة هي هيارة انت تروي ياميش معل لانها شوف شون هي بتحرك وبيتشي من الحجر طبعاً وفيه هنيك وينها؟ هاي نفسها هون 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 مكان بها الحجرة فأنت لما بتجيب الحجرة بزتها هون فهون بيعطيك رقم انه نزادت عندك مثل اي معمل مثل اي معمل تماماً فالمعمل الماب كتير مليانة مع عامل فاش تعدلكم؟ طبعاً هذا المود خاص ناص او هاي الماب خاصة للبناء وكل فترة بنزدوه على تحديثة طبعاً امكانت هاي صارو شهر او شهرين ننزدينو طبعاً رح يكون في تحديث قريباً بس بشام حداً يتفاجأ حجم التحديث 2 جيجا وتحميله كتير كتير سيئة لان زي ما عندك انترنت قوي صعب انك تقدر تلعب فيها بكل سهولة تمام؟ وتحمل منه بأي سهولة تمام؟ هون اي شوات والله في مليئة معامل ايش بدك تعدلتها طبعاً نروح نشوف اه قبل ما نروح هون طبعاً بهاي الماب كمان فيها شي تاني انه فيها سيارات كهرباء وتوقفهم سيارتي حنها تخيلوا؟ المهم حاجم ما رح احكي اكثر من هيا خلينا انستاكشفه بعدين بالفيديوهات الجاية ان شاء الله فلذلك انا هل انهل الفيديو لهون وصلنا الى نهاية بس ولكن انا مرح اخد قرار ان العب هاي الماب او هديك الماب انتو تقرروا بهذا الاشي فلذلك رحط لكم اول تعليق باول تعليق سابتلكم اياه بالقناة التانية بتكبس على الرابط بيوضك على المنتدى اتمنى لي اشتراك واشي وبعدين بتصوت على الماب لحبتها رقم واحد الماب هديك رقم اثنين هاي الماب مثل ما كانت طالع قدامك على اليسار وطبعا انت مستخدمها من كردك وفكر تشتريها وعايش في تركيا تواصل معير حلمك على طريقة تشتري الابي بطريقة ارخص من هيك حقا ضربة 12 ليرة و13 ليرة بس اللي عايش في تركيا بس نهاية الفيديو بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسوا اطعمنا لايك واشتراك لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكراب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا